صحبها نقاش سياسي واقتصادي وحراك وبالخصوص على مستوى الأحزاب أو الشخصيات السياسية الحديث كان مجراه قرارات حكومية تقابلها ردة فعل وتحليل للأحزاب وبعدها يتلقى المواطن الحوصلة النهائية الغريب في الأمر أن البلد تمر بتقشف والوزير قال أن قانون المالية جاء في ظروف استثنائية معناها أن الرسالة التي يجب أن تصل للمواطن الذي يمثل العامل والمستثمر والموال والفلاح أن المرحلة تتطلب جهد إضافي تتطلب دخول أكبر في الاستثمار في الأعمال معناه وضع المواطن وهو الأساس في صورة التحدي في صورة الفعل وليس في صورة ردة الفعل لكن أمام هذا الرهان الكبير ما يناقش اليوم على مستوى الرأي العام هو أن الجبهة الاجتماعية في خطر مؤسسات البلد للبيع أسعار السلع في ارتفاع معناه أن الخطاب الذي يبدأ على مستوى الحكومة اقتصادي يصل إلى المواطن اجتماعي وأحيانا شعبوي لم نسمع أي رئيس حزب قال أن المرحلة تتطلب جهد إضافي تتطلب عمل تتطلب فعل شرح للمستثمرين هل المشكل يعود بالدرجة الأولى لنقص التكوين أو المستوى الاقتصادي لرؤساء الأحزاب السياسية هل الأمر يتعلق أن الأحزاب طار في قانون المالية يخص الحكومة وحدها وبالتالي ليس دورها أن تشرح القانون أليس الأمر خطير عندما تصبح الشعبوية لغة الحديث الاقتصادي لماذا كل قانون اقتصادي في الجزائر يكون مصيره نقاش اجتماعي ليصل إلى طرح سطحي يقتصر في سعر الزيت والسكر عنوان حلقتنا اليوم الطرح الاقتصادي في خطاب الأحزاب بين الشعبوية والتخويف وضيفي السيد موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية سيد واتي صباح الخير مرحبا بك معنا وشكرا لقبولك الدعوة صباح الخير وشكرا لكم وصباح الخير لكل مشاهديكم شكرا السيد واتي بداية آخر خطاب لك كان أعتقد يوم السبت في بجاية قلت أن الجبهة الاجتماعية في خطر ولا أستبعد أن تحدث ربما هكذا احتقانات في الجبهة الاجتماعية على أي معطيات السيد واتي اعتمد حتى قال مثل هذا الكلام بعد باسمني الرحمن الرحيم نعتقد اليوم بأن القانون المالية كان جدل واسع في البرلمان وكان هناك هذا القانون لم يستمد مستقيته ومشروعيته من دراسة معمقة في الوضع الاجتماعي الذي هو القدرة الشرائية للمواطن وكذلك ما هي الفضاءات الاقتصادية التي أنجزت من أجل امتصاص البطالة وامتصاص اليد العاملة ورفع من الأجور وما هو الاستثمار في هذا الإنسان من مواد أساسية التي تنعكس على استخلاف خفاض البترولي من المداخل الدولة الجزائرية من إنتاج فلاحي من إنتاج صناعي أو صناعة تكملية للمواطن إذن فهذا يعني أن هناك عدم سوف نستدم بعدم قدرة شرائية للمواطن وعدم قدرة للتكفل خزينة الدولة لصرف ربما حتى نصل إلى تعويض الأدويات تعويض الرواتب الشعرية وأمام هذا السيدواتي استنتج أنه راح تكون هناك ربما غليان في الجبل الاجتماعي هذا بغض النظر أنه ما فيهش هناك فضاء فتح مجال امتصاص اليد البطالة والعاملة فهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى انفجار لأنه الآن نحن نعيش عدم قدرة المواطن الجزائري من التكفل بحياته اليومية طيب سيدواتي وزير المالية لما قدم قانون المالية قال أنه الظرف استثنائي معنا هذا ليس ظرف عادي ظرف استثنائي فيه انخفاض كبير في مداخل البيترول تقريبا أكثر من النصف البترول الخفض لأكثر من 50% سيدواتي الوزير قال هناك ظرف اقتصادي يعني استثنائي الأحزاب السياسية في رأيك كيفاش تعطات مع هذا الأمر الأحزاب السياسية نقلت الخطاب الاقتصادي واقعي أنه لازم أن تحديات مثلا تقول للمواطنين أنه لازم هناك تحديات اقتصادية لازم أن ندخلوا مثلا لسوق العمل الناس تعمل لازم مستثمرين لازم نقلت هذا الخبر أم استثمرت في الأمر وتكلمت أنه لا هناك الآن جبهة اجتماعية وغليان في الجبهة الاجتماعية أظن اليوم إذا تحدثنا على هذا قبل أننا الميزانية التي وضعت هي ميزانية التقشف ولكن التقشف على الجيعان ليس على الشبعان مثل بدل من نتحدث على التقشف الذي نريد أن نضغط على المواطن البسيط أو على العمل البسيط الذي يتقاضى 18 ألف دينار جزائري ما يسمى بالحد الأدنى للأجور لكن الحد الأدنى للأجور هو 5 ألف دينار جزائري اليوم أو 8 ألف دينار جزائري إذن لماذا لا نتقشف ونتحدث على إعادة الأموال التي هربت والتي ذهبت بدون وجه حق للخارج لماذا لا نتحدث على من اقترضوا من الخزينة العمومية أموال قائلة ولم يردوا هذه الأموال إلى الخزينة العمومية لماذا لا نتحدث على من اقترضوا أو من قاموا بإنشاء مؤسسات صناعية ولم تكتمل هذه المؤسسات الصناعية والتي تمتص اليد العامل الجزائرية وبقيت هي تسوق منتوج أجنبي في الجزائر فهذا هو الشيء الذي علينا أن نراقب هذه البارونات الذي يستحوذوا على الخزائن العمومية بدل من أننا نوجه الأصابع الاتهام إلى الإنسان الجزائري العامل لكن اسمح لي يا سيد سيد واتي لماذا نذهب إلى تخوصصة المؤسسات المتبقية؟ لكن الخطاب الاقتصادي السيد واتي في الجزائر لما نسمع أحزاب يتكلموا اقتصاديا لا تركزوش على أمور أن المواطن يجب أن يقوم بفعل المواطن يبقى هو الجزء الأهم في هذا المعادلة السيد واتي حقيقة أنه فيه الأمور يتكلمت عليها لكن لما يكون هناك ظرف استثنائي والأمر أحدث في 88 و86 نفس الشيء روي يحصل معناها لما نكون في الجزائر في ظرف استثنائي عوض أن نقول ماذا يجب أن نعمل نبقى ونخوف المواطنين وانتم كأحزاب سياسية وكأنكم تستثمروا في هذا الوضع خطابك في بجاية سيد واتي كنت تقول أن المواطن ورح يكون هناك غليان في الجبل الاجتماعية ورح يكون هناك احتقان سيد واتي لماذا لا أقول مثلا للمواطنين أن الظرف استثنائي لازم نروح للفلاحة لازم نروح للصناعة لازم المستثمرين يجيبوا أموالهم تعتقد أنك مقش جزء من الحكومة شكرا أنا أطرح السؤال هل الفلاح الذي نريد أن نوجهه إلى الفلاحة ونريد أن نوجهه إلى إلى الصناعة التكملية إلى خلق فضاء اقتصادي في النسيج في البيوت في كذا هل هناك له هذه الفرصة أعطيت له هذه الفرصة ومن يعطيه له هذه الفرصة هل هو الذي استحوذ على أموال الخزينة العمومية أو أن هناك صندوق خاص لكن عديد من الصيار القرون موجهة الفلاحين سيد واتي تتعرف هذا الأمر هل الفلاح ينافس المنتوج المستورد من الخارج هل وضعنا القيمة الحقيقية للإنتاج الوطني مقابل ما تستورده البواخر ومقابل ما نعطيه إلى من هم الذين يحتكرون السوق هل الحكومة هي جدة سمحني في نقطة مهمة سيد واتي لما يكون هناك نقاش اقتصادي في الجزائر مثلا قانون المالية كانت فرصة أنه يفتح نقاش اقتصادي في الجزائر نقاش الاقتصادي في الجزائر مهم يتكلموا على استثمارات يتكلموا على مؤسسات هناك من ربما الأحزاب السياسية هي في الواجهة يتم تسطيح النقاش الاقتصادي كل النقاش الاقتصادي مؤسسات واستثمارات وقواعد قانونية وتشريع يتم تسطيحه في زيت والسكر وقدرة شرائية مع تألمات السيطوات نحن نبقى دائماً كل من ديره خطوة اقتصادية ولا مشروع جديد أنه يخرجنا شوية من الاتكالية من الريع يجي دائماً هذا الخطاب اللي البعض يرى شعبوي ما هو خطاب اقتصادي أنه كل ما يكون قانون ما نقشوه اقتصادياً على المستوى الاستثمار وشي قدم على مستوى مثلاً العمال وشي قدم نقشوه قدرة شرائية زيت سكر نخوف المواطن معناها أنتم كأحزاب سياسية راكم تسطحون الطرح الاقتصادي لا فرق ما بين نحن ننبه لا نسطح وإنما ننبه لما يحدث لأنه هل رأيت أنت في المجالس المنتخبة التي هي أتت بالتزوير وبالكوطات وبالكوطات هي اللي راح تخرج والتي تعطى لها رواتبها الشهرية من الخزينة ويتصرف فيها الإداري بدلا من يتصرف فيها الحزب الذي يمثله هذا المنتخب هذا النائب أو هذا الرئيس البلدية فإذن من يعطيك راتبك الشهر فهو الذي يتحكم فيك وليس من أوصلك أو خاطب الشعب ما ليس نتكلم بك اقتصادية سيتواتي تتقدم سيتواتي في الجبهة الوطنية الجزائرية يقدم خطاب اقتصادي بعيدا عن الشعبوية ويبيعوا البلاد ويخوفوا خطاب اقتصادي ولكن الآن سوف نتحدث على الاقتصاد أو الجانب الاقتصادي أنا لا يمكن أن أرى بأننا دولة تعتمد على الاقتصاد الريعي البترولي الذي تجعل منه مصدر لثراء المجموعة الحاكمة وتعطي الفتات والفضلات إلى باقي الشعب الشعب يعيش هذا الطرح هو الذي يخليه بالمقابل كيف يعيش هذا المواطن؟ هل يعيش بما هو فائض؟ طيب هذا الذي تطرح فيه سيتواتي طرح واقعي أو طرح شعبوي؟ هذا الطرح واقعي أنه كان طبق حاكم أو كان شعب هل أعطيني الحسابات الدقيقة للمجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي الوطني يرى هل هذا إذا كان هذا المجلس منتخب وهو يدافع على برنامج اقتصادي اجتماعي تعلق الحزب تعلق ترشح من أجله وإذا كان يمثل طبقة الناخي به ويريد أن يصل المعلومة إلى المواطن هذا ثم نبدو نتحدثه هل البرلمانية هو القادم؟ هل عضو المجلس الأمة هو الذي دوره أن يحمي المنتخب هو أصبح يحمي النظام؟ طيب سيد هاتي أخذ فاصل فقط ثم نعود يقولي المخرج أن أخذ فاصل مشاهدين يبقوا معنا نعود بعد هذا الفاصل عودة مجددا مشاهدين من التحق بين اللحظة نذكر بعنوان حلقتنا اليوم الطرح الاقتصادي في خطاب الأحزاب بين الشعبوية والتخويف سيد هاتي كل مرة في الجزائر يكون هناك طرح اقتصادي إلا ويبسط ويصبح حديث عن الزيت والسكر مثل ما قلت بصراحة السيتواتي تعتقد أن الأحزاب السياسية في الجزائر عندها المستوى الأحزاب ورؤساء الأحزاب عندهم المستوى أنهم يقدموا خطابهم أيضا اقتصادي ما عندها يوضح للمواطن حقيقة اللي يزنجوا يعني فريمون الاقتصاديين ما يتكلمش بلغة تخويف ولغة شعبوية أظن الأحزاب السياسية ما هي شي مجبرة باش يكونوا زعمائها اقتصاديين وإنما يكونوا عندهم نظرة اقتصادية ونظرة اجتماعية ونظرة وطنية هذا هو الأهم على الأقل هناك حد أدنى مضمون ولكن الحد الأدنى إذا كنا نتحدث عن الاقتصاد نحن كل أي دولة في العالم أو أي اقتصاد الذي لا يستثمر في الإنسان فهو اقتصاد فاشل فنحن هل أنظمتنا المتعاقبة استثمرت في الإنسان كرأس مال دولة وهل خطابكم في الأحزاب السياسية يستثمر في الإنسان بطبيعة الحال لما تقول للمواطن أنه رح يزيدوا لك في السكر رح يزيدوا لك في الزيت سمح لي المواطن تخليه يدير ردة فعل ما تخليهش يدير فعل ولما تقول للمواطن أنه ولكن إذا قلنا احنا يكلم هذا في نقطة المواطن لما تقوله كخطاب سياسي تقوله حيزيدوا في السكر حيزيدوا في الزيت المواطن يدير ردة فعل مع أنه يخاف ولا يخرج للشارع لكن لما تفهم المواطن أنه هناك مرحلة لازم نجوزه على هذه المرحلة إلى ما جزنش في التسعينات نجوزه في الألفين في الألفين وعشرة. معتها لازم نجوزه على مرحلة أن نطور مؤسساتنا ونمشوا شوي الاستثمار. تخليه أنه يدير فعل. انتوما خطبكم السياسي السيدواتي دائما هكذا هيبيعوا البلاد. رح يعني يتخوفوا في الشعب السيدواتي. تخليه يتفرج. لماذا تنظرون المظرة المعاكسة الذي يمكن أن نهدد بها الحاكم الذي لا يريد أن يجعل أدناه ساغية للمواطن. وهمومه هي هموم المواطن. وتذهبون إلى الضحية. فالشعب ضحية. فمن يحمي هذا الضحية ومن يؤثر على هذا الضحية ليكون هناك رد فعل. لأن الحاكم أصبح حاكم جائر. لا يسمع لأي كان. وهو الصائب وهو المنطقي. أعطينا منطق تخوفكم سيدواتي. تقولت أنا خايفين من قانون المالية من تداعيته. لكن لم تقدمون لنش البراهين. عن قدامك المواطنين سيدواتي يقولون أنه من ينروا خايف سيدواتي والجبهة الوطنية الجزائرية. مماذا تخوف؟ أظن هو الشيء واضح اليوم. اليوم واضح أنك غير قادر على تسديد رواتب. رفع رواتب المواطن الجزائري. مقارنة بما ارتفعت المواد الأساسية في الساحة. كيف تترفع رواتب المواطنين؟ وأنت المتسبب في إفشال الفلاحة. وفي إفشال التفادي. كيف تترفع رواتب المواطنين؟ تترفع بالعمل. لما يخدم الضروة. الاستثمار هو ليرفع رواتب المواطن؟ هل المواطن البسيط والعامل هو الذي يحدث هذه المؤسسات الاقتصادية؟ أو هذا الفضاء الاقتصادي. هل جقلوا المالية يدعم الاستثمار وتوما تخوفوا؟ قلتوا باللي أو يرحبوا البلاد. سيدواتي هل تعطيه لمجموعة التي هربت أموالها واستثمرت بالأموال التي استفادت منها من الخزائن العمومية في الخارج؟ هل هذه هي المجموعة التي تريد أن تستثمر فيها؟ بها؟ فهذا هو المشكلة. المشكلة الآن هل استثمرنا في الإنسان صاحب المؤسسة وصاحب النظرية الانتاجية؟ أو هو صاحب الرئة التجاري الذي يأتي بفضلات الأسواق الأجنبية لبيعها في الجزائر؟ فهذا هو معروف. الآن يشوفوا إذا كان هذا الشيء رانا نعيبه فيه رانا نقوله بللي راكم غلطين وراكم تهدوا وراكم نوسيو. قل غيري حاجة إنتاج جزائري؟ هل أن إحنا 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 في البلاتو؟ فينا واحد لابس حاجة جزائرية؟ أنا لابس أنا سيطواتي لا تدريش نوري المشاهدين الصبات تأي جزائري سيطواتي. الحمد لله الصبات معلش سيطواتي اسمحني فقط. ولكن تنبسك كله موج جزائري سيطواتي حتى رطط لا يش جزائري. مكانش معلناش مكانش راح للسوق ما تقواله. كايق ما يشتعى تزير أشريق ما يشتعى تزير. كايق ما يشتعى تزير سيطواتي؟ ورهم. أنا راح تنظر في بعضهم ونظر في الأخوة. كل المحلات تروح. هذا هو السوق الشعبي الجزائري. روح إلى خلق آخر. طيب. ما عليش سيطواتي؟ ما هي النسبة؟ ما هي النسبة؟ إنتاج الجزائري مقارنة بما نستوري. يا سيطواتي. أنت تقول باللي المستثمينين هذو همت على الكونتونير ويهربوا الأموال. أنتوما كأحزاب سياسية. ما تعطوهوش خطاب اقتصادي بديل. قال هاو الخطاب. أنتوما تقدموا تحليل. تقدموا نقد للخطاب الاقتصادي الحالي. لكن لما يكون عندكم البديل. واش يدير الميت فيه تغساله؟ لا. قال هنا أفطار. قتلونا. قتلوا فينا روح المبادرة في الجزائريين. قتلوا روح المبادرة. قتلوا كل ما هو قيم وطنية. قتلوها بشيء. نحن من بادروش ولا قتلوا فينا روح المبادرة؟ قتلوا فينا روح المبادرة. مش متبادرواش الشعب الجزائري مبادر مبادرة. نقاش اقتصادي. ثم تتضح الأفكار. يبدوا يظهروا الناس لعندها أفكار اقتصادية. لكن لما يكون عندنا خطاب اقتصادي نرده خطاب اجتماعي وأحيانا مبالغ فيه وأحيانا الشعبوي. عندنا مشروع اقتصادي بلقوا. سيبيعوا البلاد وتخوفوا الناس. لكن مناقشة تكون اقتصادية. لأن مبدئيا نحن في الجبهة الوطنية الجزائية. ما معنى؟ نحن نسعى إلى نظام اجتماعي. اجتماعي. هل النظام الاجتماعي واللي هو مستمد من قيم ومبادئ الثورة التحريرية من بيان أول نوفمبر. أن الجزائر هي نظام اجتماعي. ما هو شيء لا رأس مالي ولا نظام اجتماعي عادي سيد واتي. نظام اجتماعي خليت ما تستثمرش؟ نظام اجتماعي خليت ما تطورش بلادك؟ ما تطورش اقتصادك؟ هذا الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي أنك تشجع العامل على الانتاج وعلى الاستثمار. طيب سيد واتي في بجاية لما رحت لبجاية قدمت خطاب سياسي. علش ما شرحت قانون المالية في مزاياه؟ الأمور فيه كثير أشياء إيجابية قدموا تسهيلات للمستثمرين. من هو هذا المستثمر؟ في بجاية سيد واتي تتكلم عنهم بدل أمور؟ هو القريب من الوزير. هو السديق. هو الحبيب. هو الرفيق. هذا هو الاستثمار. هل الجزائر أنجبت إلا من هم المقربين للسلطان؟ نحن كلنا أبناء جزائر. نحن كلنا لنا الحق. فالجامعات الجزائرية والمدارس الجزائرية كونت إطارات وكونت باحثين. هل الباحثين الجزائرين يستفيدوا من هذا؟ رح أن تقدم إذا كاش ما عندك كاش واحد عنده بحث ولا عنده اكتشاف ولا رح للبنكة لها تطلو سنتيم. بسح كون يروح يشترك مع واحد من ولاد العاد للأثرياء والحكام يدي القرض يديه بيدون فواعد. هذا المشكل هو عدم المساواة عدم العدالة للشيء عدم التقارب عدم التكافع في الفرص لأبناء الوطن الوحد. ما الاستفاد؟ يا سيدة واتي المشكلة هذا المشاكل المعروفة دائما لما نتكلمه نتكلمه عن الحلول الحلول تجيب الطرح سيدة واتي لما تكون عندنا ناس نخب ناس تطرح أفكار يجيب الحلول سيدة واتي مدامها معروفة يستغلون أفكارك ونعرف كثير من أبناء الجزائر اللي لهم اكتشافات ولهم دراسات ولهم معارف فلا تستغل أفكارهم بل تستغل من طرف آخرين فهذا هو المشكل أنك تستحوذ على فكرة شخص باش تتحربها لي طيب عني سيدة واتي يقول أن الجبهة الوطنية الجزائرية معروفة أنه تدافع على المكتسبات الاجتماعية طيب سيدة واتي في هذه القوانين كأن قانون مالية كأن قانون استثمار وش راي متخوفة تتخوفانه مما يعني لما تقدموا هذا الخطاب بتابعة الحالة اليوم القانون المالية هو ركز ركز الرأس المالية الليبيرالية في الجزائر ركز لكن الآن السؤال الذي نطرحه من أين أتت لهم هؤلاء هؤلاء الأثرياء من أين أتت لهم هذه الأموال وهل الآن هؤلاء الذين اقترضوا من الخزائن العمومية هم قادرين على إعادة هذه الأموال إلى الخزائن العمومية علشان روحوا نتبعوا الشباب تشغيل الشباب اللي دا شاحينة ومسكين ملقاش فيش دير بيها ولا دار بيها حادث أنا دار أحكي أنوا عندي شباب جاييني من قسنطين يتحدثوا لي على من من خانشلة يتحدثوا لي أنهم حابين يردوا ولكن قالوا لهم السجن والمتابعة القضائية باش يرد دار حادثة دار فورغون دار في الترانسفور دار حادثة يلقوا روحوا في ماء هل هذا هذا نحاسبوه وندخلوه العدلة ونروح ونوصلوه للسجن بالصحة اللي دال ألاف الملايير ورح جاب شاحنات وجاب حافلات وجاب ما عندهاش المواصفات المواصفات الدولية أو القانونية يجيبها لهنا للجزائر باش دار بها حادث هذك لأنها ما كانش من صنع ما فيهاش للأخر هذك من حاسبوهش ونحاسبوه مسكين هذك اللي ده اللي ده مئتين مليون وللثمية مليون تردو هذا ما ينفيش أنه يا سيد واتي اسمعني ما ينفيش أنه إذا كانت هناك ممارسات خاطئة وحبينا مدهن لا اسمعني يا سيد واتي رح يجي يوم أنه تتغير البلد انت مقتنع أنه مستهيل نحن نبقى واك نحن نرى عندنا أكثر من خمسين سنة ونحن نقوله الغدوى الخير يجي في اسم جزائري يعني ما عليك يمتلك كل شي يمتلكني معه وللي أنا خمس عنده ولدي خمس عنده الجزائريين كل يولي وخمس عنده هذا خطاب شعبوي سيد واتي هذا خطاب استعماري وشن الأمور اللي تقول أنه الجزائري رح يولي يخمس كل طرق واضحة اليوم ولدي الفقير يقعد فقير ولا يمكن أن يرتقي إلى المستوى الذي يتمناه كل إنسان ذات فوق هذه الأرض لا تقدر تساوي سيدутي قدم لنا خطاب واقع المواطنين يمشون هنا الجزائري نستعرف الأمور لكن Forward أقدم لنا خطاب واقع لنا خطاب تحل المواطن تشوفه في الشارع المواطن تشوفه في المصنع المواطن تشوفه في العمل المواطن ما تشوفوش في في سيارة وفخمة ويتكسل ويهدر بالتيلف ويجيبونه كل شي لبيته المواطن تشوفه اليوم كيف شرعوا يعيش لا حتى سي تواتي عندك سيارة فخمة لا ليش عندي سيارة فخمة ما تقولش ما عندي سيارة فخمة عندك سيارة فخمة وش ما السيارة فخمة هل سرقها لا ما عليش هل لديك سيارة فخمة لازم يكونوا سرقوها سي تواتي لا لا دق معظم الحالات يعني سيارة تواتي الفخمة ليست مسرقة وش ما السيارة فخمة رونج روفر سي تواتي رونج روفر رونج روفر رايت سوما لا يعرف واش وش عادك سيدواتي؟ راندروبا راندروبا واسمها؟ فريلوندار وش عاد دير سيدواتي؟ 400 مليون 400 مليون يا سيدواتي أنا مكان سيدواتي أولا 400 مليون أنت حسبها درعام بالنسبة لهم هذا يقاوة أنت حسب هي قاوة ما عليش بالنسبة لليل أحلى درعام سيدواتي جلسة في شارع ما عليش سيدواتي يا سيدواتي لا أنت كنت تتكلمني على العامل البسيط و 15 مئة و 5 مئة ولكن السيارة ماشي ثروة مايش ثروة 400 مليون يا سيدواتي مايش ثروة طيب سيدواتي السيارة ماشي ثروة الأمر المهيب يا سيدواتي الثروة هي ما يجعل من الإنسان أنه يخدم ناس يستثمر سيدواتي قولي فقط الأحزاب السياسية الموجودة اليوم قادرة تستوعب الخطاب الاقتصادي عندها الإمكانيات أنه تتكلم للمواطنين خطاب اقتصادي إذا كان فيه اختلالات تتكلم اقتصاديا إذا فيه نقائص تتكلم اقتصاديا معناها أن المواطن لازم يدخل في مرحلة جديدة يحس روحه ويشارك في بلاده يشارك في الاستثمارات يشارك في العمل ماشي متفرج يستنى يزيدوله الزيت ولا يزيدوله السكر خطاب اقتصادي مشاريع تنموية كلها دايما نسطحوها في زيت وسكر المواطن الجزائري ماشي مشكلة السكر وزيت انتوا ما تقدموها الخطاب سيدواتي نقدموها لأنه معلاش ما استثمرش في الإنسان باش يكون إنسان يواجه الحياة والارتفاع وغلاء معيشته احنا نهضر في هذا لأنه من زاد من حدد سعر السكر والزيت والقهوة هو اللي لازم يحدد سعر دخل العمل مistedلليش كتروحو المواطنين في خطابكم السياسي هو اللي حبرft في خطابكم السياسي المواطنين جميكرون منطقة مثلا SangOT jayeth Abdullah بيها الأبقار فيها الخالي بيتكلموا بهذا الأمور خطابق اقتصادي قالوا ايو شي قادرين نديروك weighs كيف Lubach تروحو المواطنين لديهم راح يبيعوا البلاد هرانا خايفين المواطن المسئر يعمی الأدنا seriousness لأي خطاب الانتاب At which التقول ruthless شؤون الدولة وسؤون الشعب هي شيء آخر أن الخطاب التائي الذي نقدمه للشعب هو خطاب جعل من المواطن أنه يتحمل مسؤوليته أما ما ينجر على الواقع نحن خاطبنا وقلنا الشعب ما نكسره وما نهدمهش ديورنا وما نهدمهش أراضينا وما نهدمهش مصالحنا وما نهدمهش ما أنجز ولكن نقومه باش ندافعه على حقنا السياسي حقنا السياسي أنا نرفض باش تكون الطبقية في الجزائر على حساب شقاء وبؤس المواطن الجزائري أنا ماشي تحتكر لي الأموال للخزائن اللي تجي من باطن الأرض من البترول ومن المعادن تعطيها لمجموعة توسية تخزنها في بنوك أجنبية هذا هو المشكل الفرق ما بين واش رانا نقوله هذا التحذير تحذير مواطن لما يمكن أن يوقع في الجزائر من جراء هذا الغدوة كنكش ما يسير هنا في الجزائر نلقى هذو الناس المستثمرين هذو اللي رامدوا في الأموال الجزائريين للخارج نلقى هم يقعدوا هنا في الجزائر ما يقعدش يريد فريستوي جي مروح هذا هو المشكل أنا نحوس الجزائر اللي يحب يستثمر هو اللي يموت ويبقى في الجزائر طلع ولا أحبط ويخلي ثروته هنا في الجزائر ما يحطهش لهيك ما عليش قدموا خطاب اقتصادي سيدواتي أمام هذا ركتكلم في أمور جيدة طيب نعم ذابين الجزائري يستثمر في بلادي سحن قدموا خطاب اقتصادي سيدواتي يقولوا للناس عدكم الآن تسهيلات في مجال الفلاحة تسهيلات في مجال الصناعة يدخلوا يا سيدواتي يعرقلوا الواحد يعرقلوا اثنين لما يكون خمسمائة ألف جزائر يحب يعمل كلهم يقرقلوا لهم كلهم سيدواتي ما شمعقول يا سيدواتي ما تكلموش على الإكسبسيو على شهد نصرات في البلد إنسان عن بوضوصي لازم تتغير من هذا سيدواتي في أي دولة في العالم المنتوج انتح الفلاحي أغلى أغلى من المنتوج المستورد ما تقارنش كيفاش انت في اللاح تقول لي انت شفت السنة اللي فات المساكن اللي باعوا الخرفان الموالين اللي باعوا الخرفان العلف انتاع الماكلة انتاع الخروف انتاعه ما يقدرش يجيبها بكي يبيع خرفان سيدواتي انتهى الموضوع أريد رأيك في مسألة مهمة رسالة الجنرال توفيق أخذت حجم كبير حيز واسع من التعليقات آخر ما ردت الحكومة على لسان وزير الاتصال أريد رأيي سيدواتي الصريح في رسالة الفريق محمد مدين أظن السيد فريق محمد العمار محمد مدين معذرة هو أخذت تقاعد وهو رأيي ولا يحكم ولا يأخذ به كمسؤول جهاز أمن هو في التقاعد وعطى رأيه في شيء فهذا يبقى على التأويلات الإعلامية اللي ضخمناها أكثر من موقحها ولا يمكن تأثير فريق 25 سنة لا ولكن الآن هو ما عندوش لدرود ريزارب ما عندوش حاجة تم منعه لا كان واجب التحفظ المسؤولي الأمني التحفظ هو حقيقة التحفظ هو لمدة معينة زمنية معينة يعني بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يستطيع أن يتحدث هو استبقى قال رأيه في قضية في قضية مسؤول كان تابع لمصالحه إذن هذا لا يعني أنه تدخل وإنما هو رأي أدل به فالرأي يبقى يبقى عادي يبقى التحقيق والتأكد منه هل القضاء كان يعني يعني عادي سنتواتي تعليق الأحكام قضائية عادي بطبيعة الحال بطبيعة الحال أنا لا أعتقد بأنه من ضخموح حاجة ليس عنده شكرا هل يعاقب سيد تفيق على ما صرح به هو قال شهادة بأنه هذا الإنسان كان يلتأزم وكان كذا إذا فيه شيء معنى تهي يقول لي أنا أنا أعطيته أنا أمرته على العدلة هي مستقلة تستدعي سيد مديم بالتوبيح وإعطاء ما قدمه شكرا سيد ودي مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم الشكر موصول لكل متابعينا قناع مننا اليوم أفضل من الأمس ونغط أفضل في الجزائر دايما